اصدقاء المتابعين اهلا بكم هقدم لكم دلوقتي طريقة عمل مربط الجذر المقادير اللي هحتاجها نص كيلو جذر مبشور ربع كيلو بنجر مبشور نص كيلو سكر معلقة عصير اللمون وقرنفل هجيب اناء نحطه في السكر والجذر والبنجر على النور وقلب بعد كده هضيف عصير اللمون والقرنفل لغاية ما القوم بتاعي يبقى غليز بعد كده هرفعه من هالنور واسيبه يبرد احضر البرطمان بتاعي يكون جاف تماما ونضيف اسوب في المربع بتاعتنا بالهنة والشفاء يا رب تعجبكم